مرحباك سهلا أهلا حسان بي أهلا بيك و بجمهورك الكريم أهلا بيك يا فاندم يعني النهاردة احنا بنتوقف مع حضرتك عند أحداث يمكن هنحاول نربطها ونشبكها مع حضرتك لأنها متصلة بشكل أو بآخر النهاردة عندنا منذ قليل قرار الاحتياط الفدرالي الأمريكي بيرفع أسعار الفائدة كما هو متوقع للمر خمسة على التوالي هذا العام ولكل كان متوقع ذلك وعايز أسألك عن تأثير ذلك مباشرة على الاقتصاد الأمريكي ومستوات التضخم ورغم أن الدولار كمان يسجل أعلى ارتفاعاته مقارنة بالعملات الأخرى على مستوى العالم هذه نقطة هنتكلم فيها ونربطها أيضا بما يحدث في النهاردة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة التعبئة وبالتالي توقعات بزيادة أمد الحرب وطول أمد الحرب بعدها على طول بعض البورصات تأثرت بشكل كبير ارتفاع في أسعار الطاقة 3% تقريبا إزاي نقدر نربط هذه الأحداث ببعضها يا دكتور ماك وأنا آسف لطول السؤال ولكن الأحداث بتفرد نفسها طبعا كله بيرتبط يعني كل حاجة بتحصل في الحرب الأوكرانية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي تؤثر على الاقتصاد العالمي تؤثر على الاقتصاد المنطقة تؤثر على الاقتصاد المصري كل الأمور متشابكة العالم بدأ يفهم أن لا يمكن أن يغرد أحد خارج السرب لابد أن تكون هناك منظومة النهاردة الجميع كان متوقع أن جيرام باول البنك المركزي الأمريكي وهو على فكرة مش هو المسؤول فقط هو في لجنة من 19 عضو هو بيرأسها والتصويت كان بالأغلبية المطلقة يعني الإجماع كنا متوقعين أنه هو يطلع لي 100 نقطة أساس يعني 1% معنى أنه هو النهاردة طلع بس 75 ده معناته أنه بدأ يحس أن التضييق في السياسات النقدية ممكن يكون له أثر على المستقبل أشد من التضخم الموجود النهار خلينا نمسك بعض كده يعني الثلاثة شهر اللي فاته شهر ستة كان تسعة واحد من عشر التضخم شهر سبعة نزل لتمانية ونص شهر سبعة الثلاثة 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 كانوا متوقعين أنه ينزل لسبعة تسعة من عشر ولكن هو نزل لتمانية وتسعة من عشر يعني بس عشرين فقط دلوقتي البنك الفترالي بدأ يحس أن فيه يعني رد فعل لزيادة سعر الفايدة بدأ يقلل من زيادة التضخم وبدأ يحصره فيه التمانية وممكن ينزل إلى السبعة الأثر العكسي لو زود الانترستريت أكتر من اللازم هيأثر ده على العمالة دلوقتي الشركات كتير علنت أنها هتمشي عشرة في المائة من عمالتها ده هيزود البطالة فيه يعني توقعات فيه فوركاست مثلا للبطالة النهاردة احنا تلاتة وسبعة من عشرة متوقع أنها تزيد تلاتة وتسعة من عشرة في تلاتة وعشرين وأربعة واحد من عشرة في أربعة وعشرين لو فضل الوضع الذي نحن موجودين عليه ولو هو كان زود النهاردة زيادة كان ناس متوقعين أنه هيزود واحد هو اللي وصلنا له اتنين ونص بزيادة النهاردة يبقى تلاتة وربعة متوقع قبل نهاية العام نصل إلى أربعة في المائة أربعة في المائة ده رقم ضخم جدا في الاقتصاد الأمريكي ده معناته إيه؟ النهاردة الانتريست ريت مثلا على المورجج اللي هو القروضة العقارية عدد ستة في المائة ده قبل الزيادة بعد الزيادة ممكن تدخل في حيز السبعة في المائة ده هيعمل طبعا تباطئ في بيع العقارات علاوة أننا عندنا أزمة كبيرة في أمريكا نتجة عن أزمة كورونا والحماية التي عملتها الحكومة الفيدرالية للسكان اللي هم مؤجرين النهاردة عندنا ما لا يقل عن 2.5 مليون أمريكي منتظر الطرد طب دولا ما هيطردوا النهاردة دولا محتاجين بيوت ومحتاجين سكن طب السكن غالي والبيوت غالية والانتريست غالية والإيجار غالي ده هيسبب ضغط أكتر على السي آي بي اللي هو معدل التضخم ومعدل البطالة فكل حاجة بتسمع في كل يعني أركان الاقتصاد يعني خلش في الطاقة النهاردة مثلا البترول اتحرك بالسلب وده كما مش متوقع أنا كنا متوقعين أنه يزيد وأنا بكلمك دلوقتي البترول في الأول حصل في الأول حصل زيادة وعليم بدأت تراجع شوي يعني حصل حصل سبايك بس الاسبايك ده وصل يعني طلع 87 نزل ثاني الـ 84 الدهب نزل على أقل مستوياته على مدار سنة 1690 الـ 690 الوئية أسعار القمح والغلال نزلت البورسة الأمريكية متبه دل يعني داو جونز داو جونز 30 ألف نقطة كنا وصلنا 35 و 36 يعني نزل 6 ألف نقطة 6 ألف نقطة ده قربنا من 20% 20% طبعا الأسبوع اللي فات كانت خسائر أكثر من 90 مليار دولار طبعا الأسبوعين اللي فات 90 مليار دولار خسارة في البورس في أسهم نزل 50% وشركات كبيرة جدا يعني شركة جوجل نزل سهم 101 دولار بعدها كان متوقع أنه يوصل على نهاية العام 185 دولار ده أرقام يعني مرعبة طيب هل ده الوحده كده بسبب الفيدرالي الأمريكي بس لا طبعا إعلان التعباعة العامة بالأمس من الرئيس بوتن 300 ألف جندي ده كده هيغير بقى العملية العسكرية المحدودة لحماية دنباس ده وفقا للوجهة نظر الروسية إلى حرب إعلان الحرب حرب شامل على طول ستلاقي تبعات ستحصل النهار ده فيه كمان إجراءات تمت على الأرض التي هي الاستفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية ده بالتأكيد سيعمل نوع من حالة من الاحتقان لو أوروبا قدرت تصمد هذا الشتاء أعتقد أن دفت العمليات العسكرية ودفت الاقتصاد ستعدي 180 درجة من أقصر لأقصر اليسار هيا بس الشتاء يعدي رغم أنه في ترجع في أسعار الغاز رغم أنه في ترجع في أسعار الغاز شوية لشهرين اللي فاتوا لكن النهار ده توقعات تقول أنه يرتفع تاني مع بداية الحرب الشاملة يعني كلما نرى بريقة أبل السياسة ببوازها بوتين كان يهدد على الأرض النهار ما بدأ تنفيذ التهديد أصبح التهديد قيمته وليس قيمة اللي كان يفكر في الأوروبيين قبل كده خلاص أنت أعلنت أنه لا يوجد غاز وصل سعر المليون وحدة حرارية على 30 دولار بعد ما كانت بخمسة دولار وستة دولار واثنين دولار وثنين دولار وثنين سنت النهار وصل 30 دولار الناس لن تموت من البرد الناس ستشتري طاقة غالية فوطير الكهرباء في بريطانيا تخطت الألف جنيس ترليني للبيوت فيه طبعا مظاهرات خرجت وفيه مظاهرات خرجت في أوروبا من الغلاء ولكن الموضوعات كلها مربوطة بطبعت كل ده بيحصل العالم لازم يفكر جديا على ندخل فيه صراع لا يحمد عقباء برضو فيه معلومات أن بوتين بيحرك بعض القطع النووية هو بيلعب اللعبة دي كل شهرين كل شهرين يعني يبدأ يعني يكلم حتة نووي طبعا أنت تكلم يعني النووي طب يا سيد مك على دوق المعلومات الجديدة والتصريحات الجديدة للرئيس الروسي وتوقعات بطول أمد الحرب مع أسعار الداخل الأمريكي بقى بينزل لتطورات الأمور السياسية المتشابكة مع الاقتصاد دي إزاي يعني النهاردة توقعات وأي حد يتابع أخبار هيفهم من الحرب هالطول إزاي بيستقبلوا هذه الأخبار وكيف ستكون موضوعة كمان بما أن الحالك بنتكلم عن زيادة في أسعار الطاقة وأسعار السلع وكمان في المورجج أو تكاليف ديون السكن وغيره قروض السكن وغيره كل ده بيرتفع داخل الأمريكي إيه قصته في هذه يعني شايف إزاي الأمور في الفترة القادمة هو النموذج الأمريكي نموذج مختلف مفهوم يعني في اتفاقات برايتون اللي تمت اللي هي الغطاء الذهبي للدولار الأمريكي واللي تملص منها يعني تنصطل منها نيكسون في سبع نيات القرن وقال لهم خلاص ما فيش غطى الدولار قمته بقوة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والعسكرية والاقتصادية ده معناته إيه أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية عن تطبع ما تشاء النهاردة إحنا مديونين جوه أمريكا أنا بس بوجه الكلام ده للمصريين إحنا مديونين في أمريكا بتلاتين تريليون دولار يعني كل أمريكي يشعل على كتافه دين داخلي تلاتين تريليون دولار ومرشح أنه يصل لتلاتة وتلاتين تريليون لو استمرت هذه الأزمات في النظام هنا في أمريكا ما عندوش أي مشكلة والنظام العالمي كله مديون ده غير النظام من الإقصاد العالمي خالص أمريكا لا نظام لوحدها الدين وصل ثلاث أضعاف حجم ما ينتجه العالم أعتقد في قراءتي الديون بالضبط فأنا بس نتكلم عشان الكثير بيكلف موضوع الديون نحن في منطقة آمنة جدا يعني نحن ديوننا الخارجية لا تمثل تلاتة وتلاتين في المية من ناتج القوم المصري في بلاد ناتج القوم المصري خمسين في المية من ديونها فأعتقد نحن في حال أفضل والجليء يصمد أمام الدولار الدولار مكسر كل العملات يعني اليورو النهاردة بسبعة وتسعين سنت ولسه كمان مرشح بعد زيادة الفيدرالي دي أنه ينزل كمان عن الرقم ده بعد ما كان اليورو من ثلاث أربع شهور فاتوا قبل الحرب الأوكرانية من ست شهور كان اليورو بواحد واحد من عشرة دولار فأعتقد أن الجميع لابد أن يعرف أن الحرب لن تكون لها فائدة الجميع خاسر ولكن بالتأكيد هي حسابات الخسارة ليس حسابات المكسب جميل وكويس أن الرؤية جاء لنا من حضركم من العالم الآخر لأن نحن نحتاج النظرة الأفقية للأمور توقع حركة بالنسبة الأمريكي وإن كان وإمام التحديات لكنه قادر على تحسين نفسه ولو جزئيا يعني تراجع معضلات الدخم ولو جزئيا لكن نحن نحن نشيل ندائج هذه الأفعال والاقتصاد النشأة كلها وحركة أشرت كمان الدولار ارتفع لأعلى مستوياته من 20 سنة أمام كل عملات بالأمس قرأت هذا الخبر فالتوقع حركة بالنسبة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وإحنا ده كمان هيستمر للعام القادم يعني قرأت ده كمان من الدكتور محمد العريان وغير مقصنيك كبار بيقولوا أنه هتستمر أمجدر الرفع هكذا طب إحنا إحنا كدول شرق أوسطية وبالذات الدول يعني غير منتجة للبترول كيف تنظر لوضعينا في الفئة القادمة عندنا البشر يعني المية واربعة مليون مصري دولة يعني ثروة أفضل من البترول البترول 2050 مش هيبقى الوجود يعني أعتقد أن مصر ماشي في خطوات ممتازة وبتخرج من أزمة بعد أزمة يعني محققين نمو في ناتج القومي المصري ربعمائة وعشرة مليار دولار من ربعمائة مليار دولار العالم كله بحق خسائر إحنا حققنا نمو أعتقد أن ما يحدث الآن من القيادة السياسية الحكيمة والإعلاقات الجيدة بالخارج أنا عايز أزف لي خبر أن مصر تم ترشحها من اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في نيويورك هي الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب مصر النهار ده لديك دور إقليمي وليك دور في محيطك العربي ومحيطك الإفريقي ومحيطك الإقليمي ومحيطك الدولي حتى الرئيس بوتل كان لسه يشير إلى تطلعه لتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر حتى في الزل أزمة بالضبط الاتحاد الأوروبي جاي لك الاتحاد الأوروبي سيستثمر مع مصر بمليارات الدولارات الشركات العملاقة تتفق معنا في مصر عشان تعمل استثمرات يبقى الاقتصاد تعبان إزاي إزاي ستاندر بانك ستاندر بانك ستاندر انشار بانك 168 سنة في البزنس وعايز يفتح في مصر فروع جاي بي مورجن شايز عايز يفتح في مصر فلوس شركة مارسك خدمات الشحن والخدمات البحرية 15 مليار دولار استثمرات مع مصر 100 ألف فرصة عمل النهاردة الناس بتحط يعنيها انها تروح تستثمر فيها جماعة تطمينوا أنا بشكو حالك على الرسالة التطمينية ودي قراءتنا برضو الأوضاع العالمية دكتور مك شرقاوي المحل السياسي خلف شؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن بنشكرك شكرا جزيلا